هل صحيح أنه من المستحب تأخير صلاة العشاء؟ لاحظ أخي مسألة فيها تفصيل إذا كنت منفرداً فاتتك صلاة الجماعة أيهما أفضل أن تصلي العشاء في أول وقتها أو أن تؤخرها؟ إذا فاتتك الجماعة طبعاً إذا أدركت جماعة أول وقت لا هذا هو الأفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال لله صلاة على وقتها طيب فصلها في أول وقتها وبجماعة أما إذا كنت منفرداً ما لقيت جامع يمك أو فاتتك صلاة الجماعة بسبب ظرف يستحب أن تؤخرها إلى الثلث الأول لا تؤخرها أكثر إذا خليت إلى نصف الليل يكره ذلك لكن إلى الثلث الأول من الليل قسم الوقت ثلاثة أقسام شوف لا تقولي باشي الساعة يختلف نص صيف للخريف للربيع للشتاء بحسب الموسم يختلف لكن قسم الوقت ثلاثة أقسام الثلث الأول نعم يستحب تأخير الصلاة صلاة العشاء تحديداً إلى الثلث الأول من الليل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في نهاية الثلث الأول وقال هذا وقتها لو لا أنا شق على أمتي بمعنى هذا أفضل ووقاتها لو لا أنا شق على أمتي قال ما أريد شق على الأمة وخليهم ينتظرون إلى هذا الوقت ربما يريد نامون واضح فإذا كان هناك جماعة واتفقوا أن يؤخره إلى الثلث الأول كان بها ونعمة صلىوها في أول وقتها كان بها ونعمة المهم قدم الجماعة قدم صلاة الجماعة على اعتبارات التقديم والتأخير فإذا فاتتك صلاة الجماعة أو معك جماعة أردتم أن تؤخرها نعم أخرها إلى الثلث الأول شكرا